أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموعد الإخباري أصدرت وحدة الاقتصاد الكلي والتحليل المالي بوزارة المالية بحكومة الوثاق الوطني ملخصاً للموارد المالية والنفقات العامة الممولة وفق الترتيبات المالية منذ بداية العام الحالي وإلى غاية موفى أغسطس 2020 وبلغت قيمة الموارد النفطية المحققة 5174 مليون دينار بينما سجلت إرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 100 مليون دينار في حين كان يتوقع لها أن تحقق 267 مليون دينار وبلغ إجمال تمويل النفقات الخاصة بالجهات العامة 23.222 مليون دينار بحث مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهير خلال اجتماعاً تنظيمياً لخبراء الأحصاء والمعلومات أليات تجميع وحصر البحثين عن عمل في إطار تنفيذ قرار المجلس الرئاسي بشأن البرنامج الوطني للتشغيل وتم وضع مخطط لاستقبال البيانات الواردة من مكاتب العمل بالمناطق وتشكيل الفرق الفنية لتبويبها ومعالجتها ومطابقتها بهدف حصر المسجلين بالمنظومة فستونفت عملية تعبئة استوانات غاز الطهي وتنفيذ أول طلبيات الغاز من مستودع ترابلس النفطي وما زال العمل قائماً على تجهيز المستودع للعمل فيما يتعلق بإعادة صيانة وتشغيل منظومات تعبئة الوقود بنوعيها وزع فرع صندوق التضامن الاجتماعي بالمنطقة الغربية الدفعة الثانية من المساعدات الطبية المخصصة لمكاتب الخدمات الصحية لكل من مناطق زلط ورقدريين الجديدة لتعزيز جهود هذه المراكز الصحية في مكافحة فيروس كورونا تبادل واكبة الحدث وضقت بمدير الصندوق المزيد من التفاصيل في هذا النقل اليوم في صدد توزيع الدفعة الثانية من مستلزمات ومعدات الكورونا اللي هي الواقية من كورونا متمثلة في البدل الواقية متمثلة في الكمامات في الإقلافز في جهاز قياس الحرارة في مضخات الشفط الدوافل الجسم في جهاز الشفط بعض القناع الواقي هذه المعدات طبعا اللي يتمثل في الدفعة الثانية سبق ونوزعنا الدفعة الأولى للمدة الماضية لمجموعة بلديات واليوم للمجموعة بلديات الأخرى الواقعة داخل نطاق الفرع اللي هي من مدينة سبراتا في الغرب إلى راس جدير في الشرق مدينة سلطن وباطن الجبل المتمثلة في الحوامد في باطن الجبل في سياق المتصل أعلن مدير صندوق التضامن الاجتماعي يوسف فلاح لتبادل اعتزام الصندوق توزيع عدد من المعدات على ذوي الإعاقة في المنطقة خلال الفترة القادمة كذلك في المدة القريبة القادمة بإذن الله حيتم توزيع الحفظات ومعدات المعاقين بحيث تصل كل المعاق إلى بيته كونا فريق عمل من باحثين اجتماعيين وصائق يقوم بزيارة المعاق داخل البيت يوفر للهجهزة المعينة من خلال هذا البرنامج نحن نقدر أن نوصل إلى عدة حاجات التي هي وصول هذه الجهاز المعين إلى المعاق تقريب الخدمة في نفس الوقت نطر على وجود أن المعاق مازال موجود وأنه مازال يستحق الجهاز هذا المعين من عدمه وقبل أن نختم هذا الموعد الإخباري إليكم لمحة عن الأسعار المتداولة اليوم للمواد الغذائية ومواد البناء والعملات إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختم هذا الموعد الإخباري نشكر لكم حسن المتابعة في أمان الله